مشاهدين الكرام للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا سيد ضياء الشمري أهلا بكم سيد ضياء بداية ما كان يدون في التقارير الحقوقية من شهادات للضحايا أصبح موثقا الآن بالصوت والصورة يعني ما كنا نشاهده أو نستمع عنه سابقا أصبحنا الآن نشاهده صوتا وصورة كيف تصف ما تم تدوله في مقطع الفيديو الذي يظهر اغتصاب طفل وأمه في مدينة الموصل تحياتي للجميع الموضوع هذا ليست لأول مرة هذا لأول مرة يطور وينقل وينقل ويشاهدون ناس ماذا يعملون الجيش العراقي والأجهزة الأمنية حقيقة هذا الذي يحدث في العراق هذا قاعد يحدث من بداية الاحتلال ولاحد هذه اللحظة لم يتبدل شيء العدالة في العراق معدومة إطلاقا انتهاكات لحقوق الإنسان يومية على قدم وساط حدثت هذا في 2004 باقتصاد النساء في سجن الحلة 35 امرأة اقتصفوها في سجون في الحلة إذن العملية ليست هذه لأول مرة تحدث هذا تحدث يوميا بس اللي نعرف به هذا علمنا فيه الحكومة العراقية حقيقة ليست متهمة هي جزء الأول من العمليات الإجرامية التي تقوم بها ضد الشعب العراقي هي والميليشيات وهذه التبريرات يقولون ويدعون أنه افتراع لهم لا يوجد افتراع على هذه الحكومة الحكومة جاءت أو تصرفات فردية أو تصرفات فردية توصف من قبل الحكومة؟ التصرفات فردية التصرفات نعم فردية ولكن الحكومة تسمع ولا تعمل الحكومة تتخذ لجان تحقيقية وبعدها يتهم ولا يوجد من يعاقب بهذه التهمة هذه التهمة راح تنسى بعد يومين ثلاثة أو شهر أو شهرين وتنسى هذا الموضوع وبعدها يطلعون ذولة برياء واللي ارتكبوا هم اللي ذفذت الجريمة بحقهم هم المذنبين يعني هذه الحكومة سيئة يا أخي هذه الحكومة بالعراق الموجودة لا يمكن أنه هو هذه الحكومة يعني تأتي من أجل العراقيين هذا ما جاية من أجل العراقيين هذا جاية من أجل تدمير النحمة الاجتماعية في العراق من أجل تدمير العراقيين هذه الحكومة يعني حقيقة هذه الأفلام يعني لا يمكن التطاق في أي دولة من الدول لو كانت هذا الجيش في أي جيش بالعالم كان يحاسبون رأسا نعم نحن نصدر بيانات ونتكلم حقيقة يعني واحد يطلع حتى عن طورة من التحدث به عمليات إجرامية باقتصاد امرأة مع قفلها أستاذياء الجريم على قدر بشاعتها فإن بثها علنا وتداولها من قبل الجنات أنفسهم أبشى بما ترجع تجر الجنات على بث هذا المقطع مثل ما بثوا سابقا مقاطع غيره أو غيرها في القضية كانت انتهاكات بقضية اختصاب أو غيرها أو قضية اعدامات ميدانية تفجيرات حرق لمناطق وغيرها من هذه المقاطع التي انتشرت في فترة تنظيم الدولة وحتى قبل ذلك نعم هذا الأمر حدث حتى الاغتيالات احنا نعرف اغتيالات حست ماغتيالات اعدامات بدون محكمة وبدون أي قرار نعم احنا نقول ممكن محاسبة المتهم المتهم له حقوق أمام الدولة وأمام المجتمع هذه الحكومة هذه اللي يحكمون على الشخص بدون سمع وبدون أي محكمة لا يوجد محكمة ولا يوجد قاضي ولا يوجد أي واحد ممكن ان يدافع عن هذا الشخص يعني نور المالكي مره هذا نور المالكي مره احدى المقالات قال اصارت عملية في احدى المناطق الديوانية وقال انا استغرب على فد محامي يدافع عن فد واحد انسان مجرم طبعا من حق المجرم من يتخذ محامي هذا القانون هذا الدولة هذا حقوق الانسان انت كيف تتحكم على شخص ما ماكوا واحد يدافع عنه هل معقول هذا هذا رئيس دولة هذا ما يصح مو رئيس دولة والله يتخليه معه صخطه هذا ما يعني حقيقة ذولة جاهزة يعني هؤلاء يسيرون مع نظرية من أمن العقابة ساءل هذا بالتأكيد بالتأكيد لأنه ذولة من قاعد يشر هذه الفيديوات وقبل هذه الفيديوات بقتل شخص يرموه من السيارة يرموه هيك وكأنما رأي من حيوان ولا ايش حتى الحيوان ما يعامل بهذه المحاملة وهذه ايضا كانت مصورة ماذا حدث ماذا حدث لا يحدث شيء يعني حقيقة احنا قاعد نعول على ناس هم ناس هم المجرمين هم قتلة هم قتلة من هم دولة من دولة المسؤولين ما قاتل كلهم قتلوا ومجرمين الجريمة ليست الاولى التقارير تعج بشهادات الضحايا لكن كيف ترى رد الجيش على الجريمة وتبرير الفعل دائما ما هناك تبرير هذا التبرير الفعل يعني حقيقة هم سووا لجانب التحقيق رئيس ركاد الجيش يعني سووا لجنة للتحقيق اولا هاي ما تخص الجيش اللجنة اللي الجريمة التقبها ضد ناس مدنيين امرأة وطفل هذه القضاء القضاء هو اللي يتهم فيها شو علاقة الجيش بالجريمة هذا ناس مجرم قاتل اذا العملية العسكرية اختلفت عنها من هو مجرم لانه مصور ومصورين هو مجرم وقائم بهذه العملية اذا اذا يحاسب يحاسب الجيش باكمله هذا الشخص مركب جريمة والجيش ايضا وحور حتى رئيس الاركان هو نفس ايضا يتهم المفروض رئيس الاركان يقدم استقاله لا تحدث هاي بحد الدول الاوروبية والله يقدم استقاله ويطلع يعني اذا كان وزير يصير فئل من قبل المسؤولين مالته بهذه الحجم يقدم استقاله ويطلع نعم لانه ما عندهم غيره سيد ضياء الشمبري ما عندهم غيره يعني امين المنظمة العربية لحقوق الانسان كنت معنا عبر الهاتف من النمسا شكرا لك